مع صابون الدوف هيحصل نتائج عمرك ما تبقي متخيلها وصفة رهيبة وفظيعة ونتيجها رهيبة في تفتيح لون البشرة وإزالة التصبغات وإزالة التجعيد العميقة بتشد الوجه من الأعماج بتفتح البشرة جداً بتشيل تصبغات الجلدية كمان بتفتح المناطق الحساسة وبتفتح الرقب والأكواع هتخلي من ضاف الرجلك لشعر راسك هتبقي اشتا بشرة وبيضة بدون تجعيد وبدون هالات سودة والنتائج هتشد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بخوتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من كناة وصفات سحرية مع ميا النهاردة وصفتنا حصرية وسحرية رهيبة ما تقوليش لعدوك عليها وصفة حلوة قوي من صابون الدوف والأورنفل وصفة الصنفرة والإنقاذ السريع للعرايس وصفة بتفتح البشرة جداً بتزيل الهالات السودة بتشلك أي سواد في المناطق الحساسة وفي الجسم بتشيل التصبعات الجلدية حتى الكلف بتشيله كمان فيها ميزة رائعة جداً جداً في الوصفة دي لإزالة وإخفاء الخطوط والتجعيد من أول ما هتستخدميها هتتفاجئ من النتائج بتاعتها نتائجها رهيبة ونتيجة فضيعة قبل ما أبدأ وصفتي لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك الأحمر واتفع علي الجارة عشان يوصل لكل جديد لايك للفيديو فضلاً وليس أمراً لايك للفيديو يا بنات محتاجة لللايك بالله عليكم علشان يوصل لأكبر عدد من الناس ربنا يجعله في ميزان حسناتك حطيلي لايك للفيديو ومش هتخسري حاجة ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حبيبة قلبي أول حاجة حبايب قلبي زي ما قلت لكم إحنا هنحتاج والمهم جداً صابون الدوف هي هنا القرنفل أول خطوة بقى هنعملها في الوصفة دي إن إحنا هناخد صابون الدوف وهنبشر نص الصابونة بالزبط لو عايز الصابونة كاملة هقولك وإحنا بنعمل الفيديو أي المقدار لو صابونة كاملة هنبدأ نبشر نص صابون الدوف وهرجعلكhi دين بشرت نص الصابونة بالشكل ده تمام هتبدأي حبيبة قلبي بقى تجيبي مية تكون مغلية وهنحط فنجان كامل فنجان كامل من المية المغلية فنجان كامل من المية المغلية وهنبدأ بقى نعمل إيه هنبدأ نسيب الصبونة دي لحد ما تدوب معايا خالص في المية المغلية يا اما تفضل تقلبي فيها مش هتكمل معاك دقيقتين وهتلاقيها تجمست تماما مع المية المغلية او ممكن تسيبيها مش هتكمل برضو نص ساعة او ربع ساعة وهتلاقيها دابت لوحدة هنبدأ نقلب مع بعض بالراحة كده لحد ما الصبونة معاك تدوب خالص بالشكل ده دابوا معايا بالشكل ده زي ما انتي شايفة كده هنبدأ بقى ننزل عليهم بتلت معالق كبار تلت معالق كبار من النشا او الكورن فلاور ولو طبعا هتحطي الصبونة كاملة يبقى هتحطي ست معالق من النشا وهنبدأ ان احنا نقلب النشا بتاعنا بالشكل ده كده مع الصبون بتاعي بالشكل ده لحد ما يدوب عايزاكي يا حبيبة قلبي اول ما تشوفي الوصفة تقومي تعمليها حالا وتكتبيلي في الكومنتات النتائج بتاعتها بالله عليكي علشان نتائجها بازن الله بازن الله هتشوفيها بعنيكي من اول استخدام هنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي برضو نجربهم مع بعض بحيث ان ما يكونش فيه اي تكتلات في النشا بتاعي تمام هنقلبهم كويس كده بالشكل ده بسرعة كده اهو بصوا هنبدأ بقى نحط حليب مجفف وانا دايما بحط حليب مجفف او لبن بودرة علشان بيدي ترتيب وطبيق حلوة قوي لو ما عندي كيش حليب مجفف هتحطي آآ بصي ممكن تجيبي كبنة المسلسات تحطيها حلوة جدا او ممكن تحطي معلقتين كبار من الحليب السيل وهنبدأ ان احنا نحط بالشكل ده كده معلقة من الحليب المجفف بالشكل ده وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده بصي باي حبيبة قلبي معايا هنا طبعا القرنفل وده ضروري معايا عشان القرنفل بيدي تفتيح وكمان بيشد التجعيد جدا هبدأ ان انا اجيب القرنفل بتاعي ده واطحنه او ممكن تجيبيه مطحون عادي من عند العطور تمام? وهنبدأ ان احنا ناخد منه معلقة كبيرة من القرنفل المطحون بالشكل ده وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده القرنفل بتاعي المطحون مع الصبون والنشا والحليب هنبدأ ان نقلبهم كويس القوان بدأ يتقل معايا اهو هنبدأ ان نقلبهم اهو بالشكل ده القرنفل ما بيحرقش البشرة يا بنات ما تقلقيش خالص انا بشرتي حساسة وبستخدمه ما فيوش اي حاجة خالص هنبدأ نقلب بالشكل ده كده لحد ما القوان معايا بصوا بقى بقى كريمي بالشكل ده بعد ما هنخلص الوصفة دي هقولك على غسور رهيب لازالة التجعيد تحت العين وازالة التجعيد الواجه وكمان شد الواجه وتفتيح البشرة بصي حبيبة قلبي بصي ما فيش اسهل من كده وصفة اهي الوصفة بتاعتي خلصة اهي الاولانية هتبدأي تعملي ايه اول حاجة الوصفة دي تنفع للجسم كله للجسم كله لو عندك سلوليد في جسمك هتشلها تاني حاجة الوصفة دي اه تنفع للمناطق الحساسة للوجه وكمان لتحت العينين يعني تتحط من ضف الرجل كده لشعر الراس كدهيني منها هتبدأي لو هتعمليها لوجهك هتبدأي تاخدي الفرشة بتاعتك بالشكل ده وهتبدأي تدهنيها كويس قوي على الوجه وتحت العينين وطبعا مناسبة لجميع البشرات بعد ما هتدهنيها بالشكل ده على وجه الكل وتحت عينيكي هتبدأي يا برنسيسة تسيبيها لمدة عشرين دقيقة كاملة بعد العشرين دقيقة او خمستاشر دقيقة لو مش قادرة خالص عشر دقيقة مش مشكلة هتبدأي تسيبيها على بشرتك وبعد كده هتبدأي ان انت تخسلي بشرتك بالمية الساعة وتقفل بالمية البردة وتقفل المسان بالمية الساعة لو هتستخدميها بقى الجسمك هتعملي ايه هتعملي كده وهتبدأي تغذي على الاكواع والرقب والمناطق الحساسة وانت في الحمام بتاعك بتاخدي الشور هتبدأي بقى تدعاكي كده جسمك كله بصي تغذي منها كمية وتدعاكي المناطق الحساسة العينة بين الفخزين تحت الايبوتين الركب والاكواع الجسم كله هتتهنيها على جسم ناشب بالشكل ده على جسمك كله وبعد كده هتسيبيها 15 دقيقة بعد كده هتبدأي تجيب الليفة بتاعتك وتبدأي تدعاكي جسمك هتلاقي بلاوي بتطلع وتفتيح رهيب هتستخدمي الوصفة دي مرتين او تلاتة في الاسبوع شوفي نتيجها بعينيكي اتمنى تقومي تجربيها وتقولي رأيك يلا بينا بقى هقولك على الغسول للبشرة هيخلي بشرتك دي منورة ومجدودة بدون اي تجعيد واي تصبغات الغسول بتاعنا ده هتستخدميه قبل النوم هيغنيكي عن اي غسول تاني بيشد الوجه لو عندك تجعيد السيني هيبدأ يشيلها بيشلك الهالات السودة بيفتح الوجه وبيخلي بشرتك كده تتنفس ويتبقى جميلة هتخلي كده بشرتك كده اول ما تسحي من النوم هتلاقيها منورة وناضرة اول حاجة في الغسول بتاعنا هنجيب برطمون بالشكل ده او كباية كبيرة وهنحط التلت ارباحة آآ مية آآ دافية مية دافية تمام وهنبدأ ان احنا ننزل عليهم بحوالي معلقتين كبار من مية الورد من مية الورد تمام وهنبدأ ان احنا ننزل عليهم بمعلقة صغيرة من القرنفل المطحون وهنبدأ ان احنا نقلبهم بالشكل ده تقلقيش خالص خالص من القرنفل والله حلو جدا مش هيقزي وشرتك بالعكس القرنفل بيبصي بيصلخ السواد والتجعيد ليه فعالية رهيبة انا بستخدمه وبشرتي حساسة يا بنات ما تقلقوش هاخد معلقة كبيرة من النشأ او الكون فلاور وهبدأ ان انا برضو اخلطهم مع مية الورد والقرنفل بتاعي بالشكل ده طيب انا بقى لو بشرتي دهنية لو بشرتي قصدي لو بشرتي جفة او بشرتي عادية هتبقى احط زيت زيتون بالشكل كده بضع قطرات عشان يرتب اسناء النوم طيب لو انا بشرتي جفة بشرتي دهنية او مختلطة مش هحط زيوت خالص وهنبدأ ان اقلبهم هتبداي حبيبة قلبي تشطفي بي وجهك بدون غسل يعني تخسلي بي وجهك ومتحطيش مية بعدين بالليل وتنامي بيه تصحي الصبح خسلي وجهك بالغسول بتاعك او بالصابونة او باي حاجة بتخسلي بيها بشرتك او ممكن تعملي خركة حلوة او تجي باسبري او بخاخ عندك وتبدأي تمقلي فيه الغسول ده وترشي على وجهك اه قبل ما تنيني كل يوم قبل النوم اتفرجي بقى على وشك من اول يوم وممكن كمان تحتفظي بيه في التلاجة بيقعد معاك من اسبوع لاسبوعين تمام؟ يارب اكون قدرتكم وقدرت اقفتكم في الوصفة بالله عليكم يارب يسعدكم دنيا واخرى ما تنسوش حطوا لايك قبل ما تخربوا اشوفكم على خير والسلام